رئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس أركاني حرب قوات المسلحة واسترد جهود الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي الشكر يحذر من اكتياح رفح ويدين ازدواجية معايير المجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلية على غزة السادسة مساء بتوقيت قاهرة الرابع بتوقيت جرينيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب قوات المسلحة وعدد من قادة قوات المسلحة تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فضلا عن استعراض الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية كما تم استعرض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتدعياتها على الأمن القومي المصري وكذا الجهود والمواقف المصرية تدعم للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطع غزة بالتنصيق مع المؤسسات الأممية وكافة الدول الشقيقة والصديقة وتمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة معرضا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي أعلنت أقوات المسلحة المصرية تنفيذ مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والجمهورية الفرنسية عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة اشتركوا في القناة أكد وزير الخارجية سامح شكري خطورة ما يشهده العالم من أحداث في مقدمتها الجراؤم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف أدان شكري الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان محذرا من خطورة القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية تنعقد الدورة الحالية في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب المستمرة على خطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية بما في ذلك الخدشة الشرقية من استيطان وهدم للمباني وأقدم حامات عسكرية وغير ذلك من الانتهاكات التي رصدتها تقارير وبيانات أممية وتدين مصر بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق واستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القصري لتصفية القضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية المنازل أخير لأخثر من واحد وأربعة من عشر مليون نازح فلسطيني ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة قال وزير الخارجية سامح شكري أن الأزمة الحالية في قطاع غزة تكشفه عن ازدواجية في المعايير المتبعة لإنهاء الصراعات في مناطق أخرى من العالم وأضف شكري أن عرقلة وقف إطلاق النار في قطاع تعطي إسرائيل دوءا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها إن أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعدلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها النظام الدولي ففي الوقت الذي يتعمد فيه البعض إجهاد مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة نجدهم يبزلون كل ما بوسعهم لوقف الحرب في أزمات أخرى وهو أمر أصبح بمثابة إعطاء إسرائيل دوءا أخضر لاستمرار في انتهاكاتها هذا وأكد شكري أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة في غزة على تضفق المستمر للمساعدات إلى المدنيين في القطاع وشدد شكري على موقف مصر الثابت من أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة وستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق صراح الرهائن والأسرة وتدقق حجم المساعدات وزيادتها الإنسانية كما ستواصل جهودها لإنهاء سبب الأزباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جددت مصر وإيران رفضهم الكامل لآيات مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية وخلال لقاء وزير الخارجية سامح شوكري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جناف اتفقت أقاهرة وتهران على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتصاقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما أكد شوكري على أن تعقد أزمات الأقليم يلقي بظلاله على جميع شعوب المنطقة معربا عن قرق مصر البالغ إذا اتساع رقعة الصراع وكذلك اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر اشتركوا في القناة لليوم الثالثة على التوالي يستمر الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني في إنهاء إنشاء وتسكين مخيم الإيواء رقم اثنين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وأوضح مصدر مطلع أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين ومستشفى ميداني داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة وذلك ضمن استجابة الهلال الأحمر المصري للأحداث في قطاع غزة حيث سيوفر المخيم كافة الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للمقيمين تستعد القاهرة لاستضافة جولة مفاوضات أخرى غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل وفي السياق ذاته أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تضغط بقوة من أجل الموافقة على الاتفاق الذي تم طرحه في باريس بين حماس وإسرائيل مديفا أنه لا يوجد اتفاق بين الجنبين حول أي من القضايا الرئيسية المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة لكنه أعرب عن تفاؤل بلاده بخصوص محادثات الوساطة هذا وتواصل مصر بالتعاون مع قطر محاولات التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان وفيما توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان الهدنة بداية الأسبوع المقبل تقدمت فرنسا بمقترحين لبدء هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة أربعين يوما يتضمن وقفا كاملا لكافة العمليات العسكرية في قطاع غزة مع تواصل الجهود المصرية والقطرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قبيل شهر رمضان تدرس حركة حماس مقترحا فرنسيا لوقف مبدئي لمدة أربعين يوما للعمليات العسكرية في قطاع غزة وبنسبة عشر إلى واحد تقترح باريس تبادلا للأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين وخاصة النساء والأطفال تحت تسعة عشر عاما وكبار السن مقترح باريس يشمل الالتزام بالسماح بدخول خمسمائة شاحنة مساعدات يوميا تحمل المواد الغذائية والإغاثية للنازحين فضلا عن توفير آلاف الخيام وإصلاح كامل للمخابز والمستشفيات بالقطاع أما عن عودة النازحين لشمال القطاع فيشير المقترح الفرنسي لعودة تدريجية باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الثاني لباريس حيث تقدمت بمقترح سابق لوقف إطلاق النار وكان يشمل ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والمرضى والمرحلة الثانية تشمل وقف إطلاق النار مع إطلاق صراح كل المجندين والمجندات وأخيرا تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال في المرحلة الثالثة يأتي هذا في مقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وفقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان بايدن حذر حليفته الأقرب من أنها تخاطر بخسارة الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتل من الفلسطينيين في لغة باتت معتادة مؤخرا في أروقة الإدارة الأمريكية مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية ويكثف الوسطاء جهودهم لتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب هجوم إسرائيلية في رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح مكدسين في جنوب القطاع الفلسطيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استنكر مكتب الأمم المتحدة للتنصيق الشؤون الإنسانية قيام قوات جيش الاحتلال بإيقاف قافلة إجلاء طبي في مدينة خان يونس بجنوب غزة هذا وأضاف المكتب في بيان له اليوم أن الواقع حدثت الأحد الماضي أثناء إجلاء 24 مريضا من مستشفى الأمل بخان يونس حيث أكبرت قوات الاحتلال المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف واحتجزت مسعفا وأكبرت الآخرين على خلع ملابسهم ونبه البيان إلى عدم كفاية التسهيلات اللازمة لتوصيل المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة ما يعني تعرض العاملين في المجال الإنساني إلى الخطر الغير مقبول تعاني المستشفيات والمؤسسات الطبية في قطاع غزة حالة تدهور شديد في الأوضاع بما يهدد حياة المرضى والأطقم الطبية بسبب استمرار عدوان جيش الاحتلال على القطاع وفي السياق يعيش مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع حالة مأساوية تفتح مدع عدوانية جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين فوق ما كان طريقا ووسط ما أصبح ركاما صارت هذه القافلة الطبية لمنظمة الصحة العالمية وعدد من الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في طريقها نحو مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لإيصال إمدادات طبية ومستلزمات حيوية لهذا المستشفى المحاصر عبر بوابة المستشفى المهدمة مرت السيارات صورة مأساوية تفضح عدوانية الاحتلال وعدم تفريقه بينما هو مدني وعسكري فلم يسلم مكان في محيط المستشفى من الدمار حتى سيارات الإسعاف نحن تحت الحصار فلا يستطيع المرضى الوصول إلى المستشفى كما لا يسمح لهم بسير في الشوارع القريبة منها إن سيارات الإسعاف لدينا الآن لا تستطيع التحرك خارج المستشفى بملابسهم المميزة الدل على تبعيتهم لمنظمة الأمم المتحدة وصل الفريق الطبي الأممي إلى المستشفى والتقى مسؤوليه كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ أو ما تبقى منها وداخل غرف عنابر المستشفى تكدس المرضى فوق الأسرة كل يحمل أوجاعه وجروحه بداخله حتى هذا الرضيع الذي لم يتجاوز عمره شهور العدوان الإسرائيلي على القطاع لم يسلم من نيران جيش الاحتلال بعدما أصيب بشظايا زجاج مكسور فذهبت أمه إلى المستشفى بحثا له عن استلامة زيارة كشفت الحالة المزرية التي بات عليها الوضع فمن يصدق أن تكون باحة المستشفى ساحة لتجميع النفايات بعدما منع الاحتلال الدخول أو الخروج من المستشفى إن مستوى الدمار داخل المستشفى لا يمكن تصوره ومع ذلك لا يزال هناك مرضى إن أولويتنا القصوى هي تحديد عدد منهم وإعادة توجيههم إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة جاءت القافلة الأممية إلى مستشفى الأمل محملة بما تيسر من ماء وغذاء ودواء ولكن هل جاءت في الوقت المناسب؟ يتساءل الأطباء والمرضى معا مستشفى الأمل لم يعد يحمل من اسمه شيئا فلهو مؤهل لتقديم الخدمة الطبية بعدما أصبح أثرا بعد عين ولا يرى القائمون عليه أو المحتاجون إليه أي أمل في ظل استمرار الحصار والقصف والاستهداف قالت وكالة أونروا أن استمرار الغارات الإسرائيلية الجوية في رفح يزيد من المخاوف بشأن أعاقة العمريات الإنسانية التي تعمل فوق طاقتها في كافة أرجاء قطاع غزة لأسيما في شمال غزة ودير البلح وخان يونس وأشرت أونروا إلى أن قتال العنيف في خان يونس على مدى الأسابيع الخمسة الماضية تسبب بخسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية المدنية بما فيها مركز تدريب خان يونس الذي يعد أكبر ملقى للوكالة في المنطقة الجنوبية أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.878 شهيدا و70.215 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 وفي بيانها اليومي أشارت صحة غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال إحدى عشرة مجزرة ضد المدنيين الفلسطينيين أصفرت عن استشهاد 96 شخصا فضلا عن 172 مصابا فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة سبعة عسكريين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضف الجيش الإسرائيلي أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية وبينهم 322 عسكريين ما يزالون يتلقون العلاق في المستشفيات قالت استشهد فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة توباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيم الفرعة برفقة عدد جرافات ونشرت قناصتها في أكثر من مكان وسط انشتباكات وانفجارات سمعت في المخيم وقالت مصادر في الهلال الأحمر إن الاحتلال أعاق عمل تواقمه في مخيم الفرعة يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك بأجواء غير معتادة ويفتقدون لروحانيات وتقوس الشهر الكريم ويمر أهل فلسطين هذا العهد بعدوان المتواصل منذ نحو خمسة أشهر دمر الاحتلال الإسرائيلي خلالها كل معالم الإنسانية والحياة في قطاع المحاصر بمشاهر حزينة وقلوب تنفطر بالبكاء يحاول الفلسطينيون مع اقتراب شهر رمضان المبارك البحث عن مساحات للفرح وسط أجواء القصف والجوع والدمار بينما يمر نحو خمسة أشهر على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومع الحديث المستمر عن هدنة مؤقتة قريبا يشهدها القطاع المحاصر تنتشر البسطات في شوارع مدينة رفح لبيع زينة رمضان بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلية المعارضة التجارية للبائعين وتعمد قطع مصدر الرزق وقتل فرحة الصغار ابتهاجا بقدوم أيام الشهر الفضيل ولكن هذه البسطات تواجه شبح الاختفاء أيضا وهي فرصة يستغلها الشبان العاطلون عن العمل في كسب بعض النقود التي لا تتوفر إلا في شهر رمضان فوانيس الشهر الكريم المضيئة انطفأ شعاعها مع غياب أغاني المناسبة الروحانية وتسود الحيرة بين النازحين في المخيمات رغم شرائهم الفوانيس إرضاء لأطفالهم حيث يتسألون أين يعلقونها في الخيام أم في الفصول الدراسية في مدارس الإيواء وقد يفتقد أهالي غزة اللقاءات الرمضانية وصوت المسحرات ولحظات السحور ويضطر الأغلبية إلى أداء صلاة الترويح داخل مخيمتهم المكتظة بالأسر بعد أن تحولت أغلب المساجد إلى حطام وأنقاض الإفطار الجماعي على شاطئ البحر كان من أبرز العادات الرمضانية كل عام في غزة للحصول على بعض الترفيه والاستمتاع بمشهد الغروب المميز فضلا عن الهروب النفسية من واقع الحروب وغبار المعارك فهل يعيش الفلسطينيون هذه الحالة الخاصة ويستعيدون ذكريات الهدوء المؤقت أم تقضي نيران الاحتلال اليومية على أي بارقة أمل في خروج أيام وليالي شهر رمضان من نفق الحرب المظلم؟ تتواصل الجهود المصرية بمحافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال المسارات المختلفة واستقبل مطار العريش اليوم طائرتين من الأردن والإمارات تحملا عددا من المساعدة الإنسانية والغذائية بالإضافة لاستقبال معبر رفح البري لعدد من المصابين والجرحة ومرافقهم وللمزيد من التفاصيل يطلع عليها من العريش زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين نرحب بكم من مدينة العريش ولازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بداية مدينة العريش اليوم استقبلت نائبة المفوض العام لوكالة الأونروا وفي زيارة لقطاع غزة ستستغرق مدة ثلاثة أيام اطلعت من خلال هذه الزيارة على المجهود المصري في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتقت بعدد من السائقين أمام معبر رفح للحديث معهم عن طول المدة التي ينتظرونها حتى دخولا إلى منفذ كرم أبو سالم والعوجة وتحدث السائقون عن صعوبة الإجراءات التفتيشية التي تجعلهم ينتظرون وقتا طويلا سواء أمام معبر رفح للدخول إلى منفذ أبو سالم أو حتى بالإجراءات التفتيشية التي تستغرق من 4 إلى 5 ساعات للشاحنة وهي بالطبع أكدت على صعوبة الأوضاع داخل قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة نظرا لتفاقب الأوضاع والكارثة الإنسانية الموجودة بسبب نقص الجذاء والأدوية والماء على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتحديدا في مطار العريش استقبل مطار العريش اليوم طائرتين الطائرة الأولى من الأردن على متنها 17 طن من مساعدات وأيضا النظافة الشخصية أدوات النظافة الشخصية مقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ثم طائرة ثانية قادمة من الإمارات على متنها 9 أطنان من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية كل هذه المساعدات استلمتها جمعية الهلال الأحمر المصري وقاموا بتجهيزها لشحنها وإرسالها إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر تمهيدا لإرسالها عبر الشاحنات إلى معبر رفح دخولا إلى قطاع غزة أيضا ميناء العريش الذي استقبل منذ أيام سفينة تركيا لازالت موجودة الآن في ميناء العريش لتفريق حمولاتها حيث تحمل ألفين طن من المساعدات المتنوعة سواء كانت غذائية أو طبية بالإضافة إلى وجود سفينة إماراتية بها مستشفى عائم هذا المستشفى يتكون من مئة سرير واستقبل خلال اليومين الماضيين عدد من المصابين لتلقي العلاج وهذا بالتنسيق بين السلطات المصرية والإماراتية لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين أيضا فيما يتعلق على الجانب الآخر بمعبر رفح الذي دخل من خلاله اليوم نتحدث عن 45 شاحنة لمنفذ العوجة و95 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار واستقبل أيضا عدد من المصابين يعني منذ قليل خرج من معبر رفح 10 سيارات إسعاف يحملون ما يقرب من 19 مصابا بالإضافة إلى ما يقرب من 30 مرافقا لهؤلاء المصابين ولازال هناك أعداد من المصابين موجودة داخل معبر رفح لخروجها إلى أيضا المستشفيات المصرية بجانب المجهود الذي يتم هنا في محافظة شمال سيناء ومدينة العريش هناك أيضا مجهودات مصرية تتم على الجانب الآخر وفي النحية الأخرى في قطاع غزة من حيث الانتهاء من المخيم الثاني الإيجاثي الذي يسع 400 خيمة وأكثر من 4000 شخص بالإضافة إلى الاستعداد لإقامة المخيم الثالث في محافظة دير البلح بقطاع غزة بالإضافة بالطبع إلى المجهودات المصرية المتعلقة بالقوات الجوية التي قامت بإنزال عدد من المساعدات الإنسانية جوّن بمشاركة الإمارات والأردن على أهالي قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى الاستعداد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة فبالتأكيد كل هذه جهود مصرية حثيثة تأكيدا على دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى ومزارت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها واشنطن تعلن تدمير أهداف لقوات الحوثي باليمن والأخيرة تؤكد أنها ستعيد تقييم الوضع حال توقف العدواني على قطاع غزة قال متحدث باسم قوات الحوثي أنه إذا توقف العدوان الإسرائيلي ودخلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فستعيد قوات الحوثي تقييم الوضع وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت ثلاثة سفن مسيرة وصارو خاين كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن وقالت القيادة الوسطى أن الأسلحة المدمرة شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأمريكية في المنطقة قال وزير الخارجية الروسية سيرجيلي لعفروف فإن مسألة سلامة الملاحة في البحر الأحمر ينبغي حلها بالوسائل السياسية والديبلوماسية وأضاف الأفروف أن موسكو لا تبرر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وكذلك فإن تصرفات واشنطن في اليمن يجب أن لا يتم تبريرها أعلنت السكرتير الصحفية للبيت الأبيض كارين جون بيير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يكتمع مع كبار أعضاء الكونغرس وذلك لإجراء محادثات لتجنب إغلاق جزئي آخر للحكومة وأعلنت بيير أن بايدن يعتزم مناقشة إبقاء التمويل الفيدرالي مستمر وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي الجمع المقبلة بالإضافة إلى التأكيد على طلباته للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهايدروجين الأخضر ومشتقته وخلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض الكربون وتستهدف الاستراتيجية جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهايدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهايدروجين ومشتقاته ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز وكذلك الاعتماد على موقعها الاستراتيجي يعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربية المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي والقومي للتنمية العمرانية عشرين اثنين وخمسين يهدف المشروع إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن اثنتين عشرة في المئة في العام فضلا عن توفير نحو واحد فاصل خمسة مليون فرصة عمل للمزيد عن جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي ننتقل إلى الزميل رجاء رمزي أهلا بكم نقلة نوعية متميزة شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي من العالمين حتى السلوم ضمن سلسلة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية الفين اثنين وخمسين إذن هي خطة تنموية في الساحل الشمالي الغربي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن اثني عشر بي المئة وتوطين خمسة مليون نسمة فضلا عن الارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية عن طريق تطوير الشبكات البنية الأساسية في المنطقة تشمل الرؤية العمرانية انشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب ملايين من السكان منها مدينة العالمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها كذلك مدن رأس الحكمة النجيلا جرجوب بالاضافة إلى المدن القائمة مثل مرسمة روح والسلوم الدولة وضعت مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي يمتد من العالمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كم بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق بأكثر من 280 كم يشغل مسطح نحو 160 ألف كم تقريبة بهذا في إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم طفرة تنموية ضخمة شهدت المنطقة في كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ العام 2014 يعد مجال الزراعة واحدا من المجالات الذي حصد العديد من تلك المشروعات منها المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي ومركز الإرشاد الزراعي في محافظة مطروح بتكلفة 25 مليون جنيه وعلى مساحة 10 ألاف فدان أقيمت المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية يضم 1300 صوبة زراعية وهو ما يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية يعتبر مشروع الصوب الزراعية هو الأكبر في الشرق الأوسط لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وأيضا تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية مع ترشيد استخدام الري في مجال الطاقة الكهربائية نجحت الدولة في رفع قدرة الشبكة الكهربائية بمحافظة مطروح من خلال تطوير الشبكة في مقدمتها محطط الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بتكلفة 28.5 مليار دولار تعد المحطة أولى خطوات الدولة في تنفيذ برنامجها النووي الذي أصبح واقعا ومن مشروعات غرب مصر التنموية مشروع القرية البدوية بواحد سيوة للأسر أكثر احتياجا والمدينة السكنية بيأضبعة في محافظة نطروح كذلك إنشاء الحي اللاتيني القديم في مدينة العالمين الجديدة نفذت الدولة مشروعات إسكان اجتماعي داخل مطروح بقيمة 295 مليون جنيه كذلك إنشاء مدينة العالمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على إفريقيا من الأهداف الاستراتيجية لخطة تنمية الساحل الشمالي توفير 1.5 مليون فرصة عمل مع دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 5 في المئة حاليا إلى 7 في المئة فضلا عن تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل ما بين المنطقة وباقي الأقليم المحيطة وتهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التي تتبناها الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة شكرا لكم تتواصل جلسات اليوم الثاني من الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني ويدم اليوم الثلاثة جلسات لبحث هيكل وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي وكيفية زيادة الإرادات العامة للسياسة الضريبية وتسترد الجلسات التي تعقد بمكر الأكاديمية الوطنية للتدريب عدة مقترحات مختلفة دمن الإطار التنفيذي والتشعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ذل التحديات الراهنة اشتركوا في القناة تناقش الورشة عدة محاور من أبرزها دور جمعيات المستثمرين مع الجهات المانحة للمناطق الصناعية في المنطقة الاستثمارية الواحدة بالإضافة إلى دور الجمعيات القاعدية وتطوير وحوافز مختلفة من أجل تفعيله بالشكل الأمثل فضلا عن مناقشة خريطة المشروعات التي تحتاجها المحافظات أو تحتاج لتنميتها صرح مصدر الأمني بأن أليات استخراج شهادة التحركات الخاصة بالعمالة لموسم الحج العامي 2024 تتم من خلال الشركات المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بالقارج وأوضح المصدر أن هذه الشركات هي التي ستتولى استخراج شهادة التحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتسلمها لصاحب الشأن دون الحاجة لتردده على مقرات إدارة الجوازات نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشري على التوالي كشف التقرير أن ترتيب نسبة انتشار الشائعات خلال العام الماضي بلغت 18.8% وهي النسبة الأعلى على مدى السنوات العشر الماضية وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023 وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما فضلا عن شائعة اعتزام الحكومة بتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة واعتزام الحكومة بإلغاء العلاج على نفقة الدولة هذا وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023 مشيرا إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة نتيجة الأزمات العالمية تحتفل مصر والبرازيل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأكدت مصر والبرازيل مجددا التزامهما بالعمل معا لبناء نظام دولي أكثر ازدهارا وديمقراطية يسود فيه السلام والتنمية الشاملة والمستدامة وذلك على المستوى العالمي وتعد مصر شريكا للبرازيل في تجامع البريكس الذي انضمت إليه مصر بداية العام الجاري كما تشارك مصر أيضا في اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من الرئاسة البرازيلية المقرر عقدها في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل وستنفذ مصر والبرازيل خلال العام الجاري عددا من الأنشطة احتفالا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية وذلك من أجل تسليط الدوء على الالتزام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين نظمة مؤسسة حياة كريمة المرحلة الثانية من مبادرة التعليم حياة والتي تستهدف تطوير وتدريب المعلمين والطلاب داخل مدرسة الرياض للتعليم الأساسي محمود عيد درويش بقرية الرياض بمركز ناصر والمدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بن سويف إدارة الوقت والتخطيط الجيد للمستقبل مساعدة الطلاب على تعلم أساسيات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات هدف تسعى إليه الدولة من أجل بناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات في إطار الجمهورية الجديدة من هنا نظمت مؤسسة حياة كريمة المرحلة الثانية من مبادرة التعليم حياة والتي تستهدف تطوير وتدريب المعلمين والطلاب داخل مدرسة الرياض للتعليم الأساسي محمود عيد درويش بقرية الرياض بمركز ناصر والمدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بن سويف نستهدف كمان الطلبة من خلال المجلس القاومي للأمومة والطفولة اللي عاملين النهاردة تدريب مهم جدا عن استخدام الانترنت لاستخدام الأمثل والمخاطر اللي بيقابلها الأطفال في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوعيتهم بالاستخدام الأمثل قمنا بعمل عصف ذهني للأطفال لعدد مئة طفل وبعدين قمنا مقسمناهم لمجموعات ومحطات ألعاب علشان ينفذوا من خلال أنشطة لا صفية تفاعلية علشان يأكدوا على المعلومات الخاصة بالبصمة الرقمية والمواطن الرقمي وطرق وقاليات الحماية ولو حصيت لهم بعض المشكلات اللي ممكن يعملوا ويقدروا يعملوا ايه وقنا لهم قاليات الحماية يقدروا ينفذوها ازاي من خلال خط نجدة الطفل ويستهدف التدريب عددا من المعلمين ليكونوا مدربين على مستوى المحافظة ونقل خبراتهم إلى المدارس الأخرى وتدريب الطلاب على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات مؤسسة حياة كريمة وفرت لنا داخل المدرسة كورس الاي سي سري احنا كمعلمات استفادنا من الكورس الفترة الصباحية عندنا الولاد بيتعلموا فيهم على الكورس واحنا المعلمات الفترة المسائية احنا بنحاول ان شاء الله يا رب ان احنا نستفاد من الكورس داخل العملية التعليمية ونوصل كل ما استفادنا به داخل فصولنا ومع ولادنا ومع جميع الطلبة مبادرة التعليم حياة تستهدف كذلك تعليم أهالي الطلاب كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فعلية توزيع وجبات ساخنة على 500 أسرى من أسر الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أحد مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فعلية توزيع وجبات ساخنة على 500 أسرى من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية استكمالاً للتضامن والتحالف بيننا وبين جمعية رسالة والتحالف الوطني للعمل الأهلي لمشاركة للأسر الأولى بالرعاية بنقدم 500 وجبة سخنة النهاردة لأهلنا في محافظة الداخل محافظة إسماعيلية وإن شاء الله بنوعدهم بالمزيد في شهر الرمضان أن نحن نحول الوجبات دي لوجبات يومية توزيع تلك الوجبات يأتي تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف خطة التحالف تستهدف تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لتخفيف العبء على الفئات الأولى بالرعاية وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التحالف الوطني يعمل كذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والآن مشاهدين الكرام موعدنا مع أخبار الاقتصاد وامير نيهاب أهلاً بكم شكراً لكم صحر ونها والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مصر وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة وتطوير المصانع لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وخلال كلمة ألقاه وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في ألجسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين أكد وزير الزراعة أن الدولة كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة ذلك من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ كما أشار إلى أن مصر تعد مصدراً رئيسياً للأسمدة على الصعيدين المحلية والدولي حيث تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليارات دولار في عام 2023 وتحتل المركز الرابع عالمياً ضمن دول المصدرة لسماد اليوريا أكد وزير البترول وثروة المعدنية طرق المل على أهمية الدورة الذي تلعبه صناعة الأسمدة صناعياً وزراعياً واقتصادياً والذي أظهرته التحديات الحالية وظروف الجيوسياسية والبيئية التي شهدها العالم والقفزة غير المسبوقة في الأسعار وهي العوامل التي أوضحت خطورة وحساسية الأمن الزراعي وأهمية استدامة تأمين إمدادات صناعة الأسمدة بل وزيادتها جاء ذلك خلال افتتاح فعليات المؤتمر الدولي السنوي الثلاثون للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر تستهدف العديد من الخطط الطموحة في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى لإنشاء 26 مدينة جديدة وخلال كلمته باجتماعات المؤتمر الوزري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قال إن مصر تستهدف أيضا توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام وإنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا وأشار إلى أن مصر قدمت عددا من الحوافز الغير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية والتي تشمل إعفاءات ضربية تصل إلى عشر سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة لانتهاء من المشروع ذلك في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين تبنت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لذكاء الاصطناعي والتي تهدف للاستفادة من قدرات مصر تنفسية في برامج بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة التعليم وتدريب في مراحل التعليم وخلال إصدارا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان أفاق اقتصادية معاصرة استعرض المركز مؤشرات الاقتصاد المحلية المصري وكيف يمكن لذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا في تحسين الأوضاع الاقتصادية وجهزية مصر للاستفادة منه لما لديه من قدرة في إضافة 13 تريليون دولار للناتج الاقتصادي العالمي بشكل تدريجي بحلول عام 2030 وفي سوق المال تبينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع وسط تدولات تجاوزت 8.9 من 10 مليار جنيها وربيح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه يغلق عند مستوى 2.28 مليارات جنيها أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة تقدر بـ 94% يغلق عند مستوى 29.205 نقاط فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 45% يغلق عند مستوى 7542 نقطة كما هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر بـ 1.100% يغلق عند مستوى 10.536 نقطة أما في أسواق البترول العالمية فارتفعت أسعار النفطة مع ظهور مؤشرات على قوة الأسعار الفورية في الولايات المتحدة وظهور مؤشرات على تحصن الطلب من الصين كما زادت العقد الأجلة لخامي بريند بنسبة 1.6% لتصل إلى 82.66 دولارا وارتفعت العقد الأجلة لخامي غرب تاكساسا الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر بـ 1.4% لتستقر الأسعار فوق 77.74 دولارا للبرمين فيما تراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 67.100% لتصل إلى 2.66 دولار للتر وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبعية بنسبة 2.18% لتسجل 1.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة تصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 6.10% كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة تقدر بـ 3.10% كذلك تقدم مؤشر دبي رئيسي بنسبة 1.2% وصعد المؤشر القطري بنسبة 5.10% نظرا للأداء الإيجابية الذي حققته معظم الأسهم المدرجة على المؤشر مشاهدينا تحت أخبار الاقتصاد وأعود عليكم مرة أخرى سحر ونها شكرا جزيلا لك يا مرنا وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة واتبقى التذكير بالعنوي الرئيسي سيسي يكتمع مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ويستعرض الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني للتقفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع القوات المسلحة تعلن تنفيذ مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا عملية إسقاط لأطنان من المساعدة الإنسانية فوق قطاع غزة خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي شكري يحاضر من اكتياح رفح ويدين ازدواجية معايير المجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية نشرتنا شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة